عام تربية الكرخة الثانية الدكتور قيسة الكلابي خلال برنامج الثامن الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب أن هناك دراسة لدى وزارة التربية لتصحيح الوضع مع المدارس الأهلية وتشريع قوانين تخصها مبينا أن الوزارة لن تقبل بعد الآن بالمدارس والتي وصفها بالدكاكين لأنها لا تحمل ضمانات لعملها في قضية المدارس الأهلية للأسف أقول أننا نحتاج إلى أن يكون الفجوة ما بين النظرية والتطبيق نقللها وأكو فكرة عند وزارة التربية الحقيقة لتصحيح الوضع القائم منذ سنوات وشوف يتشددون كثيرا في قضية الضوابط التي تخص المدارس الأهلية نحن بعد ما نقبل بهذه المدارس اللي نسميها دكاكين يأخذ لبيت مزاحته 300-400 ويسوي مدرسة برسنتين ثلاثة مثلا هذه المدرسة لسبب من الأسباب مثلا خلاف بين المستثمر والمؤسس وأبو البيت لازم تنسد وأنت براء عشر سنوات تريد تشوف المدرسة تخرجت منها ما تندل هوين في المشاكل لهذا ذهبت بوزارة التربية حتى على مستوى الملاكات التدريسية اللي عندهم وتعليمية يعني حقيقة نحتاج إلى قانون ينظم عمل الملاكات ترشيقها تقليصها دمجها شنو هذا الطبيعة أقصد شنو المانع لو صار مثلا هناك قانون أنه أنت التعيين يصير مركزي مثلا من وزارة التربية للمدارس الأهلية أنت فتحت مدرسة أولا نحن لا نريد مدرسة بهالمساحات اذهبوا باتجاه المدارس الاستثمارية مثلا أنت تروح اخذوكم مساحة كبيرة وابنوا مدرسة كبيرة وبها ضوابط ومعايير وزارة التربية مشددة جدا في هذه المعايير والتعيينات أيضا يصير تقدمون ريد التخصصات وهؤلاء الأبناء الطلب الخريجين يأما يتعين بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الأهلية في كل الحالتين يدفع هو الضمان وإلى تقاعد بعد أن يوصل إلى يعني مشكلة المدارس الأهلية تنحل بالتشريعات شكرا